بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع الآن رح نكمل أنا وياكم درس الكون والمجموعة الشمسية لكن بشكل سريع جدا 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 خلينا نتذكر أنا وياكم إيش أخذنا في الحصة السابقة حكينا عن مما يتكون الكون عرفنا إيش يعني مجرات حكينا إيش الوحدة اللي بيستخدموها لقياس المسافات تمام ما بين الكواكب والنجوم حكينا خصائص المجموعة الشمسية أيضا اتحدثنا عن الكواكب السيارة وحكينا خصائص الكواكب السيارة الآن أنا وياكم بنا نحكي عن الكواكبات والمذنبات والنيازك والشهب ثلاث الكواكبات والمذنبات والنيازك والشهب يلا يا سابع أكتب عرف الكويكبات الكويكبات أجسام صخرية إذن الكويكبات أجسام مصنوعة من الصخور في لزية غير منتظمة تمام هاي خلينا نقلب الصفحة هون شوفوا هاي الكويكبات أجسام صخرية في لزية بتلاحظ إنها غير منتظمة الشكل وين تدور؟ تدور حول الشمس حجمها صغير ولا كبير يا سابع حجمها صغير تدور حول الشمس ومعظم هاي الكويكبات يقع ضمن حزام ما بين المريخ والمشتري ما بين حزام ما بين المريخ والمشتري واسمه حزام الكويكبات تمام؟ طيب لو سألتك عرف لي حزام الكويكبات شو هو حزام الكويكبات؟ هو حزام بين المريخ والمشتري تقع منظم الكويكبات خلاله حزام بين المريخ والمشتري تقع معظم الكويكبات خلاله الآن بدنا نعرف شو يعني المذنبات شوفوا هاي الصورة هاذ مذنب المذنب عرف المذنب هو أجسام فضائية ملتهبة إذن المذنب جسم فضائي ملتهب طب احكي لي أعطي مثال على أشهر المذنبات أشهر المذنبات مين؟ مذنب هالي مذنب هالي هو أشهر المذنبات تمام الآن بدنا نعرف النيازك ما المقصود بالنيازك؟ أجسام صلبة كبيرة تدور في مدارات مختلفة حول الشمس هاي نازك حجمه كثير كبير أكبر من الكويكبات وصلب بيدور مدارات حول الشمس طب الشهب الشهب عرف للشهاب يا سابع أجسام تحترق عند دخولها الغلاف الجوي وتصدر شعاعا مرئيا يعني هو جسم بس يفوت الغلاف الجوي بيحترق لما يحترق يا سابع بصدر ضوء مرئي تمام يلا الآن خلينا نحل أنا وياكم الأسئلة بشكل سريع اعرف ما يلي المجرة مساحات هائلة وكبيرة من أعداد النجوم والكواكب والغازات والغبار مساحات هائلة كبيرة من أعداد من النجوم والكواكب والغازات والغبار هاي التعريف المجرة السنة الضوئية شو يعني سنة ضوئية؟ شو يعني المسافة التي تقطحها الأشعة الضوئية في السنة الواحدة المسافة التي تقطحها الأشعة الضوئية في السنة الواحدة طيب منطقة البروج شو يعني منطقة البروج المنطقة التي تدور فيها الكواكب حول الشمس منطقة البروج المنطقة التي تدور فيها الكواكب حول الشمس الآن بنا نعرف النيازك شو يعني النيازك أجسام صلبة كبيرة الحجم تدور في مدارات مختلفة حول الشمس إذن النيازك أجسام صلبة كبيرة الحجم تدور في مدارات مختلفة حول الشمس تمام خلينا نحل ليش أنا ما بقدر أشاهد النجوم نهارا شو السبب شو السبب يا سابع ليش أنا ما بقدر أشوف النجوم في النهار بسبب أكتب لأن الشمس أقرب النجوم إلينا فهي تضيء الجزء المقابل لها من الأرض فيما فيمنعنا ذلك من رؤية النجوم إذن لأن الشمس قريب علينا بالضيء الجزء المقابل من النجوم فبالتالي أنا ما بقدر أشوف النجوم تمام؟ من الأرض فيمنعني ذلك من رؤية النجوم تمام اذكر ثلاث من خصائص الشمس يلا مين يذكر لي؟ ثلاث من خصائص الشمسية سابع واحد كرة ملتهبة متوهجة واحد كرة ملتهبة متوهجة اثنان تمثل تسعة وتسعين فاصل ثمانية من كتلة المجموعة الشمسية تمثل تسعة وتسعين فاصل ثمانية من كتلة المجموعة الشمسية ثلاث تتكون الشمس من عدد من العناصر الشمس تتكون من عدد من العناصر تمام؟ طيب يلا نكمل أنا وإياكم الفراغ في السؤال الرابع المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية إيش اسمها؟ مجرة درب التبان ممتازين مجرة درب التبان يقدر الفلاكيون عمر المجموعة الشمسية 4.6 مليون سنة 4.6 مليون سنة تدور الكواكب حول نفسها عكس عقارب الساعة باستثناء كوكبين حكيناهم من هن الكوكبين اللي ما بيدوروا عكس عقارب الساعة ولكن بيدوروا حول نفسهم مع عقارب الساعة الزهرة وأورانوس دال تدور الكواكبات ضمن حزام الكواكب بين كوكبي المريخ والمشتري المريخ والمشتري من أشهر المذنبات التي يمكن مشاهدتها من الأرض أشهر المذنبات اللي أنا بقدر أشوفها من الأرض إيش اسمها مذنب هالي مذنب إيش مذنب هالي يطلق على الأجسام التي تحترق عند دخولها الغلاف الجوي وتصدر شعاعا مرئيا اسم الشهاب الشهاب إذن الشهب أكثر هي عبانة عن أجسام بس تدخل الغلاف الجوي بتصدر شعاعا مرئيا لأنها بتحترق اختف في دفترك عناصر المجموعة الشمسية بتذكروا مرة كتبناهم ولكن بترجع بتكتمهم على الكتاب هل عناصر المجموعة الشمسية الشمس والكواكب السيارة والكويكبات والمذنبات والنيازك والشهب هيك أنا يا سابع بكون كمالت درس الجغرافيا بتمنى منكم إنكم تحلوا أسئلة الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر